اسمي غادي موسى لعب منتخب لبنان على 73 كيلو اخر بطولات ربحتهم من بطوط غرب اسيا 2019 وبطوط لبنان للشباب عام 2020 وجبت تانبي بطوط لبنان للوزن المفتوح كمان عام 2020 بجو حداد لعب جودو 2012 بطل لبنان اخر بطولة 2020 وكنت بطولة الشباب من جمعتين كمان عفزنا بطلقة بولو وكمان عم كفة تحضيرات لبطولات انترناشنال اكتر ودجان احنا مشاركنا بطولات اكتر بره يعني بطولة اسيا وبطولة عالم اعمل خمس باسيا واعمل اول بالعرب انا كنت فيه تعرضت لاصابة مزاقت عضلة الفخد الهامسترين وابقيت ثلاثة شهر بلا تمرين ورجعت من شهرين مع مايو فتنس باليامسترينين كنا كتير عم نشتغل على الريكوفري طبع الهامسترين كنا عم نشتغل على الاستابلتي وعلى كلبه العضلات كمانا تم ما نرجع نكرر الاصابة وما ينصاب غير العضلات كتير اشتغلنا على هالموضوع وشهر انا كنت قدر ارجع على التمرين هاضي خلشت التمرين عن ميو فتنس من حوالي 4 تشهور باليامسترينينج ركزنا على قصص فوندومنتل مثل الستابلتي والبالانس والكور وخلال الفونكشن ترينينج ركزنا اكتر على السترينج والبال خاصة الفي او تولي هو الجاس تنك او كيف فيه حافظ على البرفورمانس خلال الماتش بطريقة ستيبل وعفار التنب وقدر العب ببطولة على الاخر الكمبيناتشن بين الفونكشن ترينينج واليامسترينج خلونا انه نحافظ على البرفورمانس معايا وكمان نزيد البرفورمانس طبعا من بطولة لبطولة وخاصة متركيز على نقطة الضعف بخلينا نجنب اصابات ونظلنا مكملين السنة حسب السكتجول طبعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة